ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك خلال لقائه بمنتسبي الدفعة السابعة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث أشاد الوزير بمشاركتهم في مختلف المشاريع والبرامج والدورات التدريبية والتي تعزز مهاراتهم وتسقلها وتنمي خبراتهم العملية بما يعزز إسهاماتهم في تطوير الأداء الحكومي وخلال اللقاء استعرض دكتور محمد بن مبارك بن دينا مع منتسبي الدفعة السابعة في البرنامج مختلف المواضيع المتعلقة بالقطاع النفطي والبيئي مصلطاً الضوء على أهم المسؤوليات المناطة بوزارة النفط والبيئة لتطوير السياسات المستدامة لقطاع النفط والبيئة وتقديم التراخيص للأنشطة البترولية وخدمات التفتيش على محطات التزود بالوقود وجذب الفعاليات النفطية المتخصصة لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي لتنظيم مختلف الفعاليات كما استعرض دور الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة وما يقوم به من مهام في سبيل المحافظة على البيئة إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه العالم عموماً ومملكة البحرين بتغير المناخ والقضايا البيئية كما تطرق وزير النفط والبيئة إلى أهم الإنجازات والمشاريع النفطية والبيئية ومن أهمها مشروع تحديث مصفات البحرين الذي يعتبر من أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية في شركة نفط البحرين بابكو الذي يهدف إلى زيادة السعة التكريرية لزيادة تنافسية المصفة ترجمة نانسي قنقر